يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه نعم إنها أغرب حشرة وأثمنها عطاء إنه النحل الذ يغادر بيوته في الجبال محلقا هنا فوق بسات الأنبار ينتقي رحيق هذه الزهرة وتلك يتخطى طموح أحمد تربية النحل إلى شغف بدراسة صفاته وخصائص العسل المنتج كأحد المربين الذين يسعون لتقديم شهد مصفة داخل مزرعته التي تضم أكبر عدد من الخلايا على مستوى الأنبار لتتجاوز أجنحة الياعسوب الأصفر حدود الأنبار صوب محافظات أخرى هنا شاقة ومتعبة ولكن إذا شخص يكون عنده ضموح وحب هذا الحشرة المباركة يدفعني إلى ننتج أكثر وأكثر طبعا بديت بخليتين قبل سنين وحاليا أنا أكبر نحال على مستوى العراق عندي تقريبا بخمس محافظات بنجوني سليماني على حدود ديران عندي بباسط عندي بأبغرب عندي بالأنبار بس الأنبار خمس مواقع يمثل اختيار النوع الأصلي من العسل غالبا عقدة لدى الزبائن فما بين التجارب البسيطة يقع الباحثون عن هذا الدواء في الغش يقول أحمد إن الاختيار الأمثل يجب أن يكون من داخل المنح لنفسه إحنا ننقل محال وأن يكون هناك مراعي ننقل كأزهار الحمضيات والقداة بداية الموسم هاي من يفرز منها فقط تقوية الخلايا ليش أقول لك ماكو عسل لا حمضيات ولا قداة ولا عسل أسود عسل أسود يبيعون بمية وخمسين يجيب والله يقول لك عسل الشمال أنا عنده عسل بشمال ماكو عسل أسود من ينتجه؟ عسل أبيض ماكو عسل أبيض عسل غداء الملكة اللي ينباع بالصيدليات هذا كله عبارة في أقرب محلو السكري فأخذ فقط من نحال إلى هذا المنحل الواقع شمال الرمادي يأتي المواطنون بحثا عن نوعية طازجة هكذا دأب الزبائن مع بداية كل موسم فرز دائما نفضل عسل بدل مناخذة من التجار من المحلات التجارية اللي يكون دائما ما معروف يعني النوعية مالتة دخل بها مواصنة عية وغيرها دائما ننتظر الأشهر اللي هي صار بها فرز العسل ابن السادس ليه تقريبا الشهر التاسع نتجه للمناحل الطبيعية اللي موجودة بأرياف الرمادي نشتري العسل أول شي راح نعرف أنه هو هذا طبيعي الغذائي الطبيعي المصدر يكون ثقة على الرغم من الانتاج الوفير الذي يقدمه النحالون إلا أن الأسعار ترتبط بشكل مباشر بتكاريف الطرود والألواح والتي تعاني غلاء في الأسواق وهو ما يتطلب دعما لجمعية النحالين المتمرسين لهذه المهنة من الأنبار أحمد فلاح التغيير ترجمة نانسي قنقر